بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في منكر القدر من الكفر الأكبر القدر هو سر الله في خلقه ولا نعلمه إلا بعد وقوعه ويتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات والناس في القدر ثلاث طوائف أولا الطائفة الجبرية أثبتوا القدر وغلوا فيه حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته وقالوا ليس للإنسان اختيار ولا قدرة ثانيا الطائفة القدرية المعتزلة أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمله وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق ثالثا الطائفة الثالثة هي أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة فآمنوا بقضاء الله وقدره وأثبتوا للعبد مشيئة مرتبطة بمشيئة الله للإيمان بالقضاء والقدر فوائد عظيمة منها أولا أنه من تمام توحيد الربوبية ثانيا أنه يوجب صدق الاعتماد على الله ثالثا أنه يوجب للقلب الطمأنينة إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك اطمأننت بما يصيبك بعد فعل الأسباب النافعة رابعا منع إعجاب المرء بعمله إذا عمل عملا يشكر عليه لأن الله هو الذي من عليه خامسا عدم حزنه على ما أصابه لأنه من ربه عز وجل فهو صادر عن رحمة وحكمة سادسا أن الإنسان يفعل الأسباب لأنه يؤمن بحكمة الله وأنه لا يقدر الأشياء إلا مرتبطة بأسبابها الدليل الأول وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وله ستة أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أن تؤمن بالله الإيمان بالله يستلزم أربعة أمور أولا الإيمان بوجوده ويكون بالعقل فلا يتصور وجود مخلوق بلا خالق قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ويكون بالحس تكون في كرب وشدة ثم تدعو فتجدها تنفرج بدعاء الله كما دعا صلى الله عليه وسلم في أحد ويكون بالفطرة قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه الحديث ويكون بالشرع ذكر ابن القيم رحمه الله أنه ما من آية في كتاب الله إلا وفيها دليل على التوحيد ثانيا توحيد الربوبية ثالثا توحيد الألوهية رابعا توحيد الأسماء والصفات وملائكته هم عالم غيبي خلقهم الله من نور يطيعون الله ولا يعصونه لهم أرواح روح القدس وأجساد جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم نؤمن بهم وبما أعلمنا الله من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ونؤمن بصفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ونؤمن بأعمالهم مثل حملة العرش والأخبار التي جاءت عنهم وكتبه يجب أن نؤمن بأنها كلام الله حقيقة لا مجازا وأنها منزلة لا مخلوقة وأن الله أنزل مع كل رسول كتابا نؤمن بها وبما أخبرنا الله من أسمائها وأخبارها وأحكامها إجمالا وتفصيلا ما لم تنسخ ونؤمن أن القرآن ناسخ لجميع ما قبله من الكتب وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم السلام ورسله يجب أن نؤمن بأنهم بشر ليس لهم من خصائص الربوبية شيء وأنهم عبيد لا يعبدون وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده نؤمن بهم وبما أعلمنا الله من أسمائهم وصفاتهم وأخبارهم وأن أول الأنبياء آدم عليهم السلام وأول الرسل نوح عليهم السلام وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأن الشرائع السابقة كلها منسوخة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأولو العزم خمسة ذكروا في سورتي الشورى والأحزاب محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى واليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر والنفخ في الصور وقيام الناس من قبورهم والموازين والصحف والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ورؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة وغيرها من الأمور الغيبية وتؤمن بالقدر أعاد الفعل تؤمن لأن الإيمان بالقدر مهم وله مراتب أربع علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين العلم الإيمان بأنه سبحانه وتعالى علم كل شيء جملة وتفصيل والدليل قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الكتابة الإيمان بأن الله قد كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة والدليل قوله تعالى وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين المشيئة الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن للعبد مشيئة داخلة تحت مشيئة الله والدليل قوله تعالى وما تشاء يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال ربي وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له أكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو ميت على غير هذا لكنت من أهل النار قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه حتى تعلم وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور يا بني فيه ملاطفة الأبناء بالموعظة وأنه ينبغي أن يلقن الأبناء الأحكام بأدلتها لتعود ابنك على اتباع الأدلة ولتربيه على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسي شيء ما وقع في نفس الديلمي دليل على خطر مجالسة أهل البدع الذين شككوا في القدر والشبهة تدفع بالنقل فيزيلها ولا تدفع بالعقل فيزيدها القلم فيها روايتان بالضم والفتح أولا بالضم يكون المعنى أن أول ما خلق الله هو القلم بالنسبة لما نشاهده فقط من المخلوقات كالسماوات والأرض فهي أولية نسبية قال ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلى الهمذاني والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركاني ثانيا بالنسب فيكون المعنى أن الله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له المسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر الثانية بيان كيفية الإيمان بالقدر بأن نؤمن بمراتبه الأربع الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به الخامسة ذكر أول ما خلق الله لا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش والقلم أول ما خلق بالنسبة لما نشاهد فهو قبل خلق السماوات والأرض فتكون أوليته نسبية السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة وفيه توجيه خطاب الله إلى الجماد وأنه يعقل أمر الله لأن الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب السابعة براءته صلى الله عليه وسلم من من لم يؤمن به فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء وجواز سؤال أكثر من عالم للتثبت لا لتتبع الرخص التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط وبهذا تزول الشبهة تماما عند المؤمن ولا مانع أن تأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وتطمئن الموافق وفيه دليل رابع وهو دليل الفطرة التقسيم والتقعيد للقول المفيد